وأيضا في سياسته صلى الله عليه وسلم القائد العام لا ينبغي أن يكون منحازا فلذلك لما أتى إلى قوم يرمون قال ارموا أنا مع بني فلان فأبسك الآخرون فقالوا كيف نراميهم ما أنت معهم قال ارموا أنا معكم كلكم وكذلك الناس لا يمكن أن يقبلوا وأن من تولى الأمر العام يدخل معهم في التجارات وينافسهم في الأموال القائد العادل ورئيس الدولة لا ينبغي أن يكون منافسا لأهل التجارات ولا تنمية الأموال لا هو ولا أهل بيتي قد ذكر ابن خلدون أن هذا مما يفسد الملك ولذلك لا أعرف أي حديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم باع شيئا في الإسلام سبحان الله قبل أن يوحى إليه كان يتجر لا خرج في تجارة خديهة لكن لم يذكر أنه باع ما شر البيع في الإسلام كان يشتري وقد اشترى أشياء كثيرة اشترى فرسا من عرابي اشترى حليا اشترى حليا لابنتي أمامة أسعد بن زرارة لكن لم يكن يبيع لما؟ لأنه أكرم الناس ما سوء إلى شيئا قطف قال لا والذي يبيع معناه أنه حريص على بضاعته يريد تنفيقها وترويجها الله أنت أن يعني ما كستك يأخذ جملك الله أكبر وأيضا القائد لا بد أن يكون في تدبيره الأمور راعي الفروق راعي نفسيات الناس نعم وهو صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الفتح وجاء سعد بن عبادة بن دوليم ومعه لواء المهاجرين والأصار فغرزه بالبطحاء وقال اليوم ذلت قريش وخربت اليوم يوم الملحمة جاءت قريش تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكاه ضرار بن الخطاب بقصيدته التي منها يا نبي الهدى إليك لجاء حج قريش ولا تحين لجاء حين ضاقت عليه موساعة الأرض وعاداهم إله السماء والتقت حلقة البطان على القوم ونوذوا بالصيلة من الصلعاء إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل البحجون والبطحاء خزرجي لو يستطيع من الغيض رمانا بالنسر والعواء وغير الصدر لا يهم بشيء غير سفك الدماء وسبيل النساء قتل الله على البطاح وجاءت عنه هند من سوأة السواء إذ ينادي بالذل حي قريش وابن حرب بذى من الشهداء فلئن أقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء يا أهل اللواء ثم ثابت إليه من بهم القزرج والأوس أنجم الهيجاء لتكون النبي البطاح قريش فقعة القاع في أكف الإماء فانهي أنهو فإنه أسد الأسد لدى الغاب والغ في الدماء إنه مطلق يريد لنا الأمر سكوتا كالحية الصماء دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتزع منه اللواء وعطاه لقيس لكن أعطاه لابنه قيس فهذا أبلغ شيء لو نزع اللواء من أي قائد من قادتك أحفظه ذلك أحفظه ذلك وأيضا كان إشمات الأعداء بهذا وقت المعركة هؤلاء أعداءه وأنت هؤلاء ابن عمك وهو كان يقاتلهم معك دفاعا عنك سنين عددا لكن ما من أحد في طبيعة البشر إلا وهو يحب أن يكون ولده خيرا منه وإكرام ولده يحب إليه من إكرام نفسه صحيح فلذلك أعطاه ولده الصغير الفتاة درأ المفسدة درأ المفسدة وفهم قيسنا أيضا الدرس نعم غرز اللواء وقال اليوم عزت قريس وعنا الله أبو